دقائق فيها تصبح النفس آمنة خواطر تبيان جواهر كامنة بسالة دين ومعاني عظيمة سبيل هدى لسالكين وبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج البينة عصى إبليس ربه ووقف جاحدا معاندا لأنه رأى أنه خير من آدم هذه الآن الشقية تلاحق الكثيرين أفرادا وجماعات فيرون الحق باطلا والخير شرا وتنوع فتنة لا يؤمنون إلا بما يوافق هوى سادتهم وكبرائهم ينكرون ويمنعون كل خير تخاف أقوالهم وأسماءهم وأفعالهم ومسمياتهم أنصار لله ولبيوته يهدمون ومسيرة قرآن ولداره يفجرون ويدمرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون عنوان حلقتنا مشاهدين الكرام لهذا اليوم تفجير المساجد ودور القرآن والإحداد نناقش فيها مع فضيلة القضي الشيخ الدكتور محمد الوقشي نحاول عدة نتحدث شيخنا الكريم عن تفجير المساجد ودور القرآن نتحدث أيضا في موضوع آخر الإساء إلى النساء وسفرهم بنا محرم أيضا نتحدث عن الإحداد وإظهار الفرح والسرور في جنائز الأموات إذا ما عرجنا بداية حول تفجير المساجد ودور القرآن بداية ما الذي يجعلهم وما هي الأسباب التي جعلتهم يفجرون المساجد التي لها حرمة ومكانة وهي بيوت الله سبحانه وتعالى وأيضا دور القرآن التي تخرج الشباب الحفاظ والعلماء وما إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تعودنا في هذه المرحلة الأخيرة من الطائفة الحوثية أنها تمشي عكس التيار أو تظهر تقول قولا وفعلها خلافة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون كما جاء في الحديث فهذه مشكلة جدا فهم يسمون أنفسهم مسير قرآنية ويحاربون القرآن وهل القرآن وهم باعتبار أنهم دعوة إلى الصلاة والعبادة والذكر يعني فيها معنى التدين هكذا يقولون ومع ذلك يفجرون دور القرآن يظهرون في بعض التصرفات يعني المحافظة على القيم والأشياء وبعض الأمور ومع ذلك يعني يسيئون إلى النساء وهي إساءة بالغة بالنسبة للمسلمين وموت مثل هذا الأحداث تتعلق بالأموات التي هي أحزان ويجعلونها احتفالات احتفالات وهذه هي مشكلة كبيرة وتدل على انتكاسة في القلب القلب إذا انتكس يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا ويظن أنه على حق نعم وهذا يتحقق قول الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون مصرع يظنون أنهم على خير وأن هذا كلامهم يعني هو الصواب ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما أشرت أنت في صدر الآية في البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فعندما لا يشعر هذا آف من الآفات وقال الله سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة لماذا كان سبب ضلالهم هذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون فهذا الانتكاسة تحدث مثل هذه الأفعال ما كان يظن مسلم أن يعني فرقة تزعم أنها تتبنى أحكام الإسلام ثم تفجر مساجد الله وهي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في هسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ولهم في الآخرة عذاب رضي في الدنيا والآخرة فالخزي وعده الله سبحانه وتعالى لأنهم مفجرون مساجد الله ومع أن تفجير البيوت بيوت الناس وقتل النفس هي أعظم عند الله سبحانه وتعالى حتى من تفجير المساجد مع أن تفجير المساجد من الفساد في الأرض وذلك الله سبحانه وتعالى قال عندما عرض لقصة داود أتاه الله الملك والحكمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزدت الأرض هكذا أطلق ما هو فسادها بيّنه الله سبحانه وتعالى في الحج فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له دمت صوامة وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها صلى الله كثيرا لاحظ إذن عمم هنا لولا وجود التدافع الذي بين الخلق لكان سبب فيه تدمير صلوات وتدبير مساجد وتدبير بيع مع أن البيع هذه جنب بيع هي يعني دور اليهود وهذا كالكنائس وكذا هذا الدور النصارى ومع ذلك يعني يقول الله سبحانه وتعالى وجود التدافع يمنع من إحداث مثل هذا هذا الإحداث هو فساد في الأرض فأي إنسان يهدم حتى كناس يعني في غير جزيرة العرب ولا به وجود يهود ولا نصارى لا يجوز لك أن تهدم هذه لأنها يوجد فيها من أيش من يذكر الله سبحانه وتعالى تنصيص الآية لو لا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع يعني كالتعليل لماذا لأنه حتى لا تهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد التي يذكر فيها اسم الله فهذه جريمة كبيرة وهي كبيرة من الكبار إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه أنه قال يعني النبي قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحصه قطه في بعض الرواية في بعض الرواية من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتنا في الجنة وهذه الرواية الصحيح طيب إذا كنت أنت بتبني مسجد يبني الله لك بيت في الجنة مفهوم فإذا أنت خرفت مسجد يعني ستكون النتيجة بالعكس يعني يبنى لك بيت في جهنم أو ما هو يكون سبب في أنه يعني يترتب على الإنسان عقوبة عظيمة جدا عندما يعني يهدم هذه المساجد ويهدم هذه الدور نعم دور القرآن تم جاء في القرآن وتعليم القرآن وحفظ القرآن من نصوص كثيرة جدا بدلا من أن يسعوا إلى تعليم الناس القرآن باعتبارهم بيسموا أنفسهم مسير قرآنية ويهتموا بدور القرآن ويهتموا بحفاظ القرآن ويهتموا بالعلماء ويهتموا بالعلماء الذين هم أهل الذكر يعني أهل القرآن يعني يحاربونهم يحاربونهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذه الفئة من خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدها لاحظ يعني خرجوا على البر والفاجر ما هو لا خرجوا على البر أما الفاجر بفلتهم نعم بحيث أنه إذا كان يبسكوا بعض الأشخاص في النقاط إلا لاحظوا حافظ القرآن هذه الشريمة فإذا الشخص يريد أن يمر من عندهم يتبردق ويخزن في الجهتين ويشكر يقولوا هذا سرسري اطلع ولا يحاكو هي مشكلة له حافظ القرآن من خرج على أمة يضرب برها وفاجرها يعني لا يتقصدون إلا البر الأبرار أما الفجار يتركونهم يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤنها يعني حتى الرجل الفاجر الذي له رغبة في الملك دائما حتى عندما يحدث انقلابات يحاول أن يتحاشى العلماء والفضلاء يعني أقل الشي من أجل سمعته لأنه لما يظهر أمام الناس أنه يعادي هؤلاء ف يعني تؤثر عليه أمام المجتمع طيب ولا يتحاشى ولا يفي لذي عهد عادة لا نعلم أنه إلى اليوم وعذا آخر الاتفاقات الذي حدثت لا نعلم أن الحوثي وفى بأي اتفاق اتفق عليه من نحن ظهر إلى اليوم أنا لا بالنسبة لي لا يعني أنكث لا أعلم طيب فقال النبي صلى فليس مني ولس منه حتى ولا يزعم يقول لك أنا من آل البيت وأنا مدري ماهون نسلع مدريما يقول مع أن هذا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى فلا أنسى بينهم يوم وإذن ولا يتساءلون لكن حتى الرسول قد ذا قبل ألف أربعمائة سنة يقول هذا الذي يفعل هذا الأفعال هذا لا هو مني ولا أنا منه وإذا ادعى هذا الدعوة أنه مني وأنا منه هو كاذب ما شو مني هذا هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلا ليس علم نعم طيب إذا ما انتقلنا للحديث حول الإساءة في المحورة الثانية الإساءة إلى النساء موضوع سفرهم بلا محرم أولا الشيخان الكريم هناك الكثير من الناس يقلل من قيمة المرأة ويحتقر المرأة مع أنه لو لا المرأة لما وجد هذا الرجل أصلا والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال والإسلام أولى المرأة اهتماما كبيرا وجعل لها مكانة كيف ينظر الإسلام للمرأة هذا موضوع حلقة وحلقات وهناك كتب مؤلفة في مكانة المرأة في الإسلام وصعبا نحن نطرق بكل لكن أدو علم بيقين أن الإسلام هو أول من جاء حرر النساء من العبودية يعني كانت في جميع الأديان قبل الإسلام يستعبدني فجاء الإسلام فحررها وجعل لها مكانة وجعلها نص المجتمع وجعلها شقائق الرجال في الأحكام وكرمها لأن الله قال وقال تكرمنا بني آدم وبني آدم يشمل النساء والرجال ولم يكون يتحدث الناس يعني كان يعتبر إلى اليوم إذا شخص ذكرت امرأة يقول لك أصانك الله يعني يقول فلانا يعني كأنه يذكر حاجة من سقط المتاع هذا نعم من التقليل من المرأة لكن الإسلام جاء أهتم بها ونحن الآن في الحديث نقول وعن عائشتها وعن حفصتها وعن فاطمتها وعن يعني ونذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات التي روينهم وعطيه وفلانا ورآخره وأسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي باكر ومعن نذكر النساء ونروي عنهن ونرضي عليهم وذكرت على مدى التاريخ نساء كنا عالمت في عصر الصحابة عالمت في عصر التابعين وحتى قد ألفت مؤلفات مستقلة في عيش النساء ونساء حول الرسول وغير ذلك يعني من الكتب التي وردت في الإسلام أظهرت فيها دور النساء ومكانتها في المجتمع نعم طيب نتحدث في حلقة اليوم حول موضوع ما يتعلق بالنساء وهو سفرهن بلا محرم ما الحكم عندما تسافر المرأة برا أو بحرا أو جوا إلى مكان قريب إلى مكان بعيد ما هي الأحكام المتعلقة بسفر المرأة بلا محرم السفر المرأة الأصل أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم لا يحل المرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم أو زوج نعم لحفاظا عليها وهذا من باب التكريم لا يظن أنه هذا من باب التكريم حتى لا يتعرض لها حتى لا تحتاج هذا المرأة لتخاطب الرجال لو قد حصل شيء وحتى لو حدث أي شيء يعني يكون هناك رجل قائم عليها إلى آخرة هناك أحكام كثيرة جدا لكن هناك استثناءات عند الفقهاء يقولون إلا إذا كانت سفر للهجرة تهاجر من بلد الكفر ولا من بلد الطلم ولا من بلد الكذا فإنه يجوز لها أن تسافر ولو مع ذي محرم ولو لم يكن هناك مع محرم ولو لم يكن مع محرم نعم ووردت نصوصي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم أن الله هذا الدين حتى تسير المرأة والضعينة من العراق إلى الكعبة لا تخاف إلا الله يعني ما تخافش إلا الله وتطوف حول البيت فأخبر بهذا أنه من ظهور الأمان أن المرأة تسافر لا تخاف أحد ولا تخاف إلا الله فأخذ منها بعض الفقهاء مثل الشافعية والمالكية أن المرأة إذا أمنت الطريق يجوز لها أن تذهب إلى الحج بغير محرم أو إذا وجد أمنت الطريق وسارت ما يسموها رفقة آمنة أو مع مجموعة من الرجال والنساء التي تأمن على نفسها فيها فجوزوها وخالف الحنابلة والحنفية والزيدي قالوا لا يجوز أن تحج إلا بمحرم للظاهر الحديث أنه لا يحل مرأة تسافر ثلاثة إلا بمحرم لكن هذا الكلام قالوا في غير الهجرة فإذا أضطرت أنها تهاجر فنعم ونحن فيه مثل هذا الزمان مع تقارب الزمان ويعني القول بأنه يعني أن تسافر تسافر الآن مع باص والباص في عدد كبير من النساء والرجال يتحقق فيها أن تكون فيها رفقة آمنة خاصة لما تسافر لبعض الأشياء بل العكس الآن من الشيء المقلوب عندنا أصبحت النساء محرم للرجال نعم معدش الرجال محرم للمرأة الآن إذا أراد الشخص يسافر من المناطق الذي فيها الحوثي يعني عدد لازال ببعض الأفراد الذي موجود منه عند النوع يعني على ما هي عادة ما شو ما أخذ الله من الإسلام لأنه ظهر الدين حكوم ما بشي هذا الاحترام للنساء بدليل أنه عسكروها بدليل أنه بطوب لبها بدليل أنه ظهور الزينبيات هذا طبعا فيه إساءة المرأة لكن بعض النساء عددوا لازال عندهم من أخلاق القبائل والاحترام وكذا مما يضطر الإنسان لما يسافر مع النساء يتركوه لأجل لأجل النساء فالظاهر أنه إذا أمنت المرأة سواء سفرا برا أو بحرا أو جوا وكانت معها رفق السفينة أو كانت طائرة وكانت سيارة بباص كبير أو غير ذلك أن المسألة فيها إيش فيها السعال لو أنها سافرت لأنها تتحقق فيها أن تكون معها رفق مامون بعضهم يقول هذا خاص بالحج الراجح أنه لا المقصود هو الحفاظ على المرأة إذا أمننا أن هذه المرأة لن يحدث لها شيء وأصبحت هي من الوعي والعدد الكبير من الناس بحيث أنه يؤمن عليها أظهرنا في الأمر السعال نعم إذن أسمحني الشيخنا الكريم أذهب ومشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود إليكم نستكمل حديثنا في حلقة اليوم من برنامج البينة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في ألبينة مع فضلات القاضية الشيخ الدكتور محمد الوقش نتحدث في حلقة اليوم عن تفجير المساجد ودور القرآن والإحداد وأيضا بعض الأحكام المتعلقة بالسفر النساء تحدثنا في المحورين السابقين عن تفجير المساجد ودور القرآن وتحدثنا في موضوع الإساءة إلى النساء والسفرهن بلا محرم المحور الثالث نتحدث عن الإحداد أو الحداد هناك بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع ما هي هذه الأحكام شيخنا الكريم؟ الأحكام تعلقة بالحداد وهي ترك الزينة من قبل المرأة وترك بعض الأشياء التي كانت مباح لها من الخروج وغير ذلك فيما إذا مات الزوج الأصل إذا مات الزوج والمرأة في مكان سواء مات استشهادا أو مات موتا طبيعيا بسبب حادث من الأحداث فالمرأة أول ما يصلها الخبر وهي في مكان تمكث في ذلك المكان فترة العدة وهي أربعة أشرين عش وعشرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أخت أبي سعيد الخدري تسأله اسمها فارعة بنت سعد فبنت مالك بن سنا سعد بن مالك بن سنا فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها مات زوجها وهي في مكان وهذا المكان الذي هي فيه ليس بيت زوجها هي أم السأجر مثل ما تقول التعبير أو ماكث في بيت شخص آخر ولم يترك لها نفقة فهل لها أن تنتقل إلى بيت أهلها وهي تحتاج لها أن تنتقل إلى مسافة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر قال لها نعم ثم بعد ما خرجت قال دعو لي المرأة قال لها عيدي لي علي السؤال عادت السؤال مرة الثانية فقال لها أمكثي في بيتك الذي مات فيه يعني مات زوجك وأنت فيه حتى يبلغ الكتاب أجلا تصريح وأمر صريح المرأة ينبغي أن تمكث في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه والغالب أنها بيموت وهي في بيت زوجها في الغالب فإذا مثلا مات وهي في الطريق أو في بيت جيرانهم لا خلاص ترجع على بيتها يعني البيت الذي مات زوجها وهي فيه وحكمة الإحداد حكمة الإحداد أولا حق الزوج لأن الزوج هذا له حق تخيلوا يعني الأب حتى مثلا لما يموت على المرأة أبوها وأخوها لها حق ثلاثة أيام لكن زوجها أربعة أشهر ومعشرة أولا لحق الزوج فحق الزوج في الإسلام أعظم من حق الأب ولذلك هي تطيع زوجها ولو حتى خالفت في بعض أرحان أبيها لأن الولايات الآن لمن الزوج عندما تكون عنده فإذا جعلها أربعة أشهر ومعشرة يعني إذا لها حق له حق كبير اثنين وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة في بعض الأحيان قد تحمل يعني قد تكون مثلا جامعها آخر مرة وحملت وهم الشداري يعني ممكن الأيام الحملة الأولى لما تمكث في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة يظهر الحم يظهر الحم لو انتقلت لها بيت أبوها تخيلوا بعد تسعة أشهر قامت ولدت يقولوا يعني إذا كان ما كانش لها وارث أو ما كانش لها أبوه هناك إخوهم يعني مماكسي هايقولوا ولا أهلها لأجل ماله ولا شيء مع التركة كبيرة هايقولوا سارت من عندنا ولا يحامل ولا شيء يعلم الله من الذي يحملها لكن لما تمكث في بيت زوجها ويظهر عليها الحم ويجينا النساء يجابرنها عند الموت يعني ظهور الحم لأنه لا بد أن يظهر فيه خلال أربعة أشهر وكأن هذه حكمة إطالة الأربعة أشهر لكن لما يعني فعندما تحمله بيت زوجها لا يستطيع حد أن يشكك أن يشكك في الأمر لأنه مكثت في بيت زوجها الشيء الثالث المرأة عندما يموت زوجها يحدث لها حال نفسية طبيعي يعني شيء طبيعي ولذلك أسماء بنت عميس أسماء أو فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش أفضل كانت منزوجة كانت زوجة لمصعب بن عميد مصعب بن عميد فاطمة بنت حبيش أما أسماء بنت عميس كانت منزوجة أولا بجعفر بن أبي طالب المهم أنه لما مات مصعب بن عميد في أحد جاءت هذا زوجته فكانت تقول كان يقول لها مات فلان يعني أخوها قالت يرحمه الله مات فلان قريبها يعني حتى بعض أحن من المشركين لأنه قرشي تقول يرحمه الله قالوا فلما قالوا لها مات مصعب بن عميد قالت يا ضيعتها صاحة فجاء فيها إشارة أنه يعني أن الرجل بالنسبة للمرأة في لها وفي نفسها مكان يعني مكان حتى جعلت أعظم من أخيها أعظم من أبيها أعظم من قريبها بحيث أنها صرخت لهذا فلا شك يعني يحدث لها حالة نفسية يعني بعض النساء نتيجة فقدها لزوجها فتحتاج أنه تتمكث في المكان ولا تكثر فيه من الخروج حتى تستخرج نفسيتها وذلك الأصل تبقى في بيز زوجها ولا تخرج منه إلا للحاجات الضرورية إذا لم يكون هناك من يقوم بهذا الأعمال إذا كان هناك شخص سيقوم بهذا الأعمال لا تفعل يعني الأصل يتبقى في البيت لماذا يكون لها نوع حالة استقرار الآن سعى الحجر الصحي اعتبرها حجر صحي يعني في الإسلام تجلس تمكث تفكر تعيد ترتيب أولوياتها وظرفها وأعمالها حتى يبلغ الكتابة أجلة وهي قد استعدت وحتى في بقاءة في بيت الزوجية موقف معروف تعرفها المرأة حتى تكون عندما تمكث في البيت لأنه إذا كانت تخرج وكذا يتغير لون جلدها ما تكونش فيها نوع جماعة لكن لما تمكث في البيت وتستقر فيه يرجع وضاءة جسمها وكذا حتى الناس لما يجاوا يجابروها وتجي ما تنتهي حكا العدة إلا وقد أصبحت يعني مهيئة للخطاب والأزواج يعني يرغب إليها الرجال لما يراوها يعني من مظاهر محاسنها بسبب بقاها بقاها في البيت فهناك حكم كثيرة جدا لكن الذي نحن نبه أن الأصل لا تخرج ولا تخرج إلا إذا لابد منه يعني إذا كان بحرك من لم يستطع أن يقوم يأتي بمصاريفها من لم يأتي بحاجاتها لا بأس لها أن تخرج وإذا خرجت للحاجة تخرج في النهار ولا تغيب عليها الشمس إلا وهي في البيتها فلابد أن يحافظ عليها هذه الفترة والأصل أنها تستقر طبعا هناك أشياء عند النساء ليست من الإسلام بعضهم يقول لك تلبس السواد يقول ما لا يلزم لو لبست السواد لا بأس لكن لو لبست أي لبس عادي بعضهم يقول لك أني ما تمشيش على الأرض إلا وهي بالجزمة ولا بالشرب بالشربات يقول هذا كذلك لا أصل الله لا مانع أني تمشي بعضهم يقول لا تخاطبش أخو زوجها ولا أحد من أقاربه لا مش على هذا يعني هي تتعامل تعامل طبيعي وتلبس اللبس العادي المهم ما تلبسش زينة ما تخدمش مكيج ما يعني ما نقولش تحنى لأن هذا مظهر من مظاهر الفرح وهذا لا يناسب الإحدام ولا تتنكش ولا غير ذلك من هذه الأشياء التي تظهر فيها يعني ولا لبس أصفر أحمر هذا حاجة لافتة لافتة تدل على الرغبة أو الرجال أو الرغبة في التزيين في مثل هذا لأنها في حالة إعداد طيب شيخ خانا كان في موضوع إظهار الفرح والسرور في جنائز الأموات هذا عجيب جدا يعني بدل ما كانه محزن لأنه موت نفاجأ أنهم بعض الأحيان حتى النساء يخرجين وعن هذا فيها مخالفة لأنه قد يقومني حجيرين وكذا طبعا هذا الحجير خاصة يحدث من النساء هذا المفترض هذا الزغردة سموها الحجير يعني اللفظة عام يعني زغرد نعم هذا مناسب للأفراح هل يناسب في فترة فرح أنك تقوم موت من فعل هذا من قبل طبعا هذا من البدع وهذا من كما قلت لك الانعكاس النفسية يعني أصبح قلوبهم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يعني مثل ما قال الله سبحانه تعالى هو يحكي عن قوم لوط ايش؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسون يتطهرون واخرجوا هؤلاء من بلادكم ليش؟ لأنهم حفظوا للقرآن ولأنهم متدينين والذي يقول لك هؤلاء شوية مطاوع بهذا التعبيرات يعني لأنهم ناس ملتزمين طيب بدل ما يكون يحافظ على الناس الملتزمين في المجتمع يسعى إلى طردهم وإلى تشريدهم وإلى وثم يقول ذلك أن هذا المسير القرآنية يعني هذا شيء عجيب ومن الأمور المخالفة الذي لا ينبغي أن تظهر لو كانوا صادقين فهي دعوة لهم يعني مثل هذا الأشياء التي نحن نذكرها من باب التنبيه وأن فيها مخالفة القرآن ونذكر فيه الآيات والأحاديث لعل هناك من يعقل فيراجع نفسه ويقول أن هذه الأفعال التي نفعلها مخالفة للشريعة مخالفة للقرآن عسى أن يكون هذا السبب في تغييرهم مثل هذا الأشياء الأخطاء أن يكون تقارب بينهم وبين أبناء الشعب اليمني ويكون سبب الرفع الفتنة نعم طبعا إظهار الفرح وسترور في جنائز أموت الحثين يعني يقومون أو يفعلون لقاتلاهم بعض المظاهر التي تدلع مثل ما تحدثنا الزغردة وجمع الناس وأنه يريد أن يزعف الناس أنه لماذا أنتم حزينون هذا شهيد وكذا وكذا كل هذه الطقوس يعني حتى مكلفة حتى من ناحية المالية حكمها بالتحديد شيخان الكريم أي اجتماع بعد موت الميت الأصل فيها أن تكون من الناحة يجتمع مع الميت يذهب ليصلى عليه وتحمل ويضعف القبر وتنتهي الأحكام المراسيم بالنسبة للإسلام لها الباقية لا وجود لها فيها ذافة فيها زيادة على هذا أنت تذكرتني على أشياء أنهم الآن يفعلوا القبر يسميها روضة الشهداء نعم يسميها روضة وقد ظهر المنجز الوحيد الذي مع أنه أسوأ منجز يفتتح مقابر يعني قد أصبحت مناطق ومقابر مدد الأبصار يعني منذ أن ظهر الحوثي في اليمن هذا مأساة كبيرة وبعدها يقوم يفعل لك القبر ويصير يرششوها ويزينوها ويفعلوا عليهم ما أدري زراعة أو شيء على استظرني خضراء أو غير ذلك أيضا مع أن هذا بدعة مخالف لم يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفرقون بينها حتى في القبر أنه هذا قبر القناديل وهذه قبر الزنابيل كما يقولون طبعا هذا لفظة قناديل وزنابيل إنها من باب الإنصاف قد تكون هي من الوسائل الدعائية قد لا تكون هي صحية صحيح هم يفرقون يعني هذا وهذا موجود عندهم بس أنه هذا يسمي كنديل وهذا يسمي الزنبيل هذا هي يعني قد لا تكون صحيحة لكن في الواقع فعلا الذي هم هاشميين والذي هم في طبقة معينة من الأسر بيت المتوكل بيت المنصور بيت الوزير بيت الحوثي بيت فلان بيت حميد الدين هذا لهم درجة حتى السادة أنفسهم هذا للعلم يعني عدوا بالسادة من الدرجة الثانية يعني الهاشميين من الدرجة الثانية وبالدرجة الثالثة في الهاشميين يعني به هاشميين مشهم من نساء حسن و Larسメ مثل بيت المطاع على نساء العباس بن علي بن أبي طالب هؤلاء عادهم درجة ثالثة يعني عادوا ينزل وعاد بعضهم يفرق يقول الحسينيين الحسينيين عادوا محسنون الحسنين وعاد الحسني الذين هم من نسل أولاد الهادي بيت المتوكل وهذا عادهم يعني بيت الوزير وكذا هؤلاء درجة وبعدها يرجعي يعني عادهم حتى أنفسهم طبقات أما نظرتهم إلى غيرهم عادهم طبقات يعني طبقة المشايخ طبقة القضاء طبقة المجتمع لكن هذا أنه قنديل وهذا زنبيل طبعا لم تكن معروفة إلا من عند ظهر الحوثي بسبب التفرقة أنه هذا يهتم بهذا لأنه هاشمي ولا يهتم بهذا قم بطرأت له هذا التوصيل نعم أزف الوقت شيخ خيرون الكريم وأشكرك على كل ما أفدت وأجد في حلقة اليوم مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج البينة وبإذن الله تعالى نلتقيكم في حلقة قادمة في أمل الله ولعياته رسالة دين ومعاني عظيمة سبيل هدى للسالكين وبينا رسالة دين ومعاني عظيمة سبيل هدى للسالكين وبينا فتعبد خالقك على بصيرة وتشكره لما هداك البينات دقائق فيها تصبح النفس آمنا تصبح النفس آمنا خواطر تبيان جواهر كامنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة